انت بتعاني من مشكلة الوزن الزايد او لو عندك نحافة وعايز توصل لوزن اكتر من كده او حتى لو بتعمل ضايت وعايز توصل لوزن معين او تثبت ضايت بتاعك في الوزن ده كل الكلام ده لازم تبقى عارف وزنك المثالي ادي بالزبط النهاردة هنتكلم الوزن المثالي ازاي نقدر نحسبه بسهولة ونعرف وزنها المثالي بالزبط ايه هي العوامل اللي بتأثر على وزننا وفي نفس الوقت ايه هي خطورة ان احنا verteخطى الوزن المثالي بتاعنا ازا كان اعلى من الوزن المثالي او اقل من الوزن المثالي كلام ده كل منا نتعرف عليه من جوه الصيدلية السلام عليكم اهلا بك من جوه الصيدلية يمكن نحلم porque اي شخص ان هو يصل للوزن المثالي آزا كان بلعب رياضة وزنه عالي وزنه قليل اذا كان اي حاجة من هذه كلها انهو يوصل للوزن المثالي طيب احنا عشان نعرف في الوقتي احنا نقدر نحسب ازاي وزنة المثالي بالضبط لازم تبقى عارف ان وزن الانسان هو عبارة عن وزن الجسم بتاعه عبارة عن دهون وعضلات وعظام ومية دول المكونات الرئيسية بتاعت الوزن بتاع الانسان فعشان كده لما بنيجي نطلع على الميزان ممكن تلاقي مثلا زي مزان زي اللي في الشكل ده تلاقي الانسان وزنه 75 كيلو هل يطلة وزني مثالي ا полا ا Tong pozami ذي كده لنقدر نحكم جهة الممكن ان يكون 75 كيلو شخص طوله falandojer chapter 190 � ووزنه 75 كيلو فيрат اذا حاله اعتبر شخص رفيع و في نفس الوقت حاله تكون شخص رياضي يكون طوله 175 كيل ووازنه 75 كيلو في الحال هذا ينتبه بش Vegan و فيعتبر 75 كيلو einzige شخص طوله 150 كيلو سيعتبر beast فالميزان لا يستطيع ان يفرق بين الدهون وبين العضلات لذلك الميزان يمكن افشل طريقة تقدر تحدد بها وزنك المثالي الميزان لا يمكن ان تحدد وزنك بيقل او لا ويجب ان نوزن في فترة ثابتة في اليوم لان هناك شيء يسمى ديودنال فارييشن يعني انت وزنك خلال اليوم يتغير من كيلو لاثنين كيلو يعني احسن وقت توزن فيه ان انت تقوم الصبح بعد دخول الحمام بيبقى الجسم اتخلص من الفضلات والبول يعني مثلا كل اسبوع بعد دخول الحمام مرة واحدة في الاسبوع بتتجنب ان انت تلاقي موضوع ديودنال فارييشن طيب الميزان طريقة فشلة مش هنقدر نحسب بيها وزنه الميزاني ممكن نعرف بيها كتلتنا او وزننا على الميزان بش هنقدر نحسب بيها وزنه الميزاني الحاجة اللي سهلة و بسيطة و احنا كاي حد ممكن يقدر نحسب بيها وزنه الميزاني هو البي ام اي او البي ماس اندكس اللي هو معدل او مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتلة الجسم دوت احنا زي ما اتفقنا ان الوزن يتأثر بكاز عامل يمكن اهمها الطول يمكن واحد طويل كل ما الانسان بيطول يبقى اكيد وزنه يزيد نسبة الدهون و نسبة العضلات و نسبة المية البي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتلة الجسم دوت بيديك يعني علاقة بين نسبة الدهون في جسمك و وزنك المثالي طب هنحسب البي ماس اندكس ازاي هو عباره عن وزنك على مربع طولك بالمتر يعني مثال بسيط جدا لو واحد وزنه 80 كيلو جرام و طوله 180 سنتي يعني واحد فاصلة تمانية يعني واحد فاصلة تمانية هيبقى المؤشر كتلة الجسم بتاعه هيبقى 80 على واحد بوينت تمانية في واحد بوينت تمانية هطلع 24 طيب البي ماس اندكس ده نقدر نطبقه على مين نقدر نطبقه على اي شخص وزنه او سنه بين 18 سنة و 65 سنة لو اقل من 18 سنة او اكتر من 65 سنة بتبقى ليه الطريقة تانية ان احنا نقدر نحسب وزن المثال ازاي البي ماس اندكس زاي يدينا رقم هو اتقسمت لخمسة او ستة كاتجوري الرقم ده انت هتطلع الرقم كتاعك ده هتعرف ازا كنت انت نحيف او او وزنك مثالي او زايد في الوزن واللي عندك سمنا او ايه بالضبط احنا مثلا لو افترضنا ان شخص وزنه 60 كيلو و طوله 185 سنتي يبقى هنحسب الماضي باس اندكس زي ما اتفقنا وزنه 60 على 1.85 في 1.85 هتطلع الرقم حوالي 17 البي ماس اندكس لو اقل من 18.5 يبقى الشخص ده نحيف يبقى لازم معدل التخزيه ونظام الغذائيه يزيد عشان هو كده بيبقى عنده سوق تخزيه لو بيأكل كويس يبقى لازم يعمل تحاليل طبية زي مثلا غدة درقية او تحاليل ممكن يكون عنده ديدان او اي حاجة عشان هو كده بيعاني من النحافة لو طلع بقى البي ماس اندكس ده من 18.5 للخمسة وعشرين يعني مثلا لو واحد وزنه سبعين كيلو وطوله مية وسبعين سنتي هيبقى سبعين على واحد بوينت سبعة في واحد بوينت سبعة هيتطلع حوالي اربعة وعشرين في الكاتيجوري او في المرحلة اللي هي بين 18.5 و 25 ده انت كده وزنك مثالي مية في المية مش محتاج ولا تزيد ولا تنقص لو من 18.5 إلى 25 طبعا الناس كلها بيبقى امالها ان هي توصل للمرحلة دي لو انت وزنك او البي ماس اندكس ده بتاعك طلع من 25 إلى 30 يبقى انت كده دخلت في مرحلة الوفر ويت او زيادة في الوزن انت كمش متعاني من السمنة بس فضلك مرحلة بسيطة وتخش في مرحلة السمنة وفي نفس الوقت لو زبطت نظام حياتك ونظام التغذية بتاعك هتنزل لمرحلة المثالية او الوزن المثالي نيجى بقى لو البي ماس اندكس بتاعنا ده تخطى من 30 ل 35 يعني الوزن بالكيلو جرام على معدل الطول بالمتر في نفسه بيدي حاجة فوق 30 من 30 ل 35 ده يبقى انت كده دخلت في مرحلة السمنة الدرجة الاولى يعني اول مراحل السمنة لو من 35 إلى 40 دي مرحلة السمنة الدرجة التانية يبقى احنا كده مرحلة اشد خطورة لو فوق ال40 احنا كده دخلنا في مرحلة السمنة المفرطة اللي هي اكتر انواع السمنة ضررا طبعا احنا كده ما بنقول ان احنا نتخطى 30 في الماضي ماس اندكس ده بيعرضنا ان احنا نعاني من مرض السمنة والسمة احنا بتقول ان هو مرض لان هو طبعا بيعرض الانسان ان هو يبقى اكتر عرضة بالاصابة بالامراض القلب بالاصابة بالامراض الشرايين بالاصابة بالضغط بالسكر بربنا يحفظنا انواع السرطانات كثيرة جدا السمنة مرض فضيع جدا وخطير جدا يقول لك خلي بالك ابعد عن 30 خليك بعيد عن 30 عشان تقدر تعيش حياة صحية وفي نفس الوقت تبعد عن امرات كثيرة جدا في بعض الدلالات يعني بتقول لك انت اذا كان وزنك في الوزن المثالي ولا لا وهو يمكن حاجات مثلا زي الانبادي بتبين لك نسبة الدهون في الجسم لو نسبة الدهون في الجسم بالنسبة للسيدات اقل من 25% ده بيقول ان هو في الوزن المثالي او بتدي مؤشر ان هي في الوزن المثالي لو بالنسبة للرجالة اقل من 18% لان دائما معروف ان الرجالة لان نسبة الدهون في الجسم اقل لان نسبة العضلات بتبقى اكتر دائما الدهون والعضلات بتبقى اعلاقه بينهم عكسية يعني لما الدهون بتزيد العضلات بتقل لو نسبة الدهون في جسم الراجل اقل من 18% غالبا بيقع في الوزن المثالي بالنسبة للسيدات والرجالة لو نسبة المية في جسمهم لو انت بتحمل in body weight اللي هو بتمسك في الجهاز ويطلع نسبة المية والدهون والعضلات لو النسبة من 50% برضو بيدلك ان انت غالبا رايح ان انت وزنك يبقى مثالي. وفي حاجة مهمة جدا اللي هي محيط الخصر. بالنسبة للسيدات لو محيط الخصر اقل من 80 ببقى السيدة غالبا في الوزن المثالي. بالنسبة للرجالة اقل من 92 برضو بيبقى في الوزن المثالي. بالنسبة للرجالة لو تخطى محيط الخصر 102 كده غالبا بيبقى انت دخلت في مرحلة السمنة. وغالبا برضو يكون عندك مقاومة انسولين. قلنا الـ Body Mass Index او معدل مؤشر كتلة الجسم بيبقى بيطبق على الناس من 18 ل 65 سنة. طب لو اقل من 18 سنة ده طبعا بيبقى خمس سنين ل 18 سنة ان هو بالنسبة للاطفال. بالنسبة للاطفال بيبقى دائما عند غيرة الاطفال في شارط كده زي اللي احنا شايفينه هنا. الشارط ده بيعمل علاقة بين وزن الطفل وعمره. لو الطفل زي ما انتو شايفين كده ممكن يحدد الشارط بتاعه اذا كان هو يعني عنده مرحلة نحافة ولا هو ايديال وماشي كويس او هو عنده مرحلة سمنة. طبعا دكتور الاطفال يقدر يحددلك بالنسبة للطفل بقى حسب وزنه وحسب عمره. بالنسبة للقبار السن فوق 65 احنا قلنا بالنسبة للبلاغين بيبقى اقل من 25. الموضوع بالنسبة للقبار السن بيتخطى ويوصل ممكن لغاية 28. يعتبر وزنه مثالي. لان طبعا نسبة الدهون بالقبار السن بتزيد. وفي نفس الوقت نسبة العضلات وتحصلها عن كماشو بتقل نسبة العضلات. فعشان كده الوزن المثالي بالنسبة لقبار السن بيبقى يوصل لغاية 28 معدل في البضي ماس اندي. ده كان محتوانه عن الوزن المثالي ومؤشر كتلة الجسم. هو طريق يدلك على الطريق اللي انت ماشي فيه ان انت توصل الوزنك المثالي تتجنب كتير من الامراض وفي نفس الوقت تعيش حياة صحية. ياريت تشاركونا خبركو وزنك المثالي او انت عايز توصل الوزن كام. ونلتقي بإذن الله في محتوى جديدة تكون مفيدة وصحية من جوا الصيدلية.